الطيارات المعترضة قالت لما دون غيره دي ما معناها برضو ان هو ان هو المسؤولة عنها. اه. اقدر اقولك بامانة شديدة. ما احنا عندنا القضاء هم اللي بيعدوا مشروحه. المحامين هم اللي بيعدوا اه بس بيطرح على المجلس. في النهاية بيطرح على المجلس. لكن على اقل لازم لازم يشارك فيه لان هو صاحب الخبرة. صحيح. يعني احنا عضاء مجلس الشعب هيبقى كل واحد مننا ذات توجه سياسي مختلف وزات وظيفة مختلفة. ما احنا شكلنا رجال رجال عسكرية عشان يبقى عارفين يبقى شكلة ايه. هم يعدوا المشروع او المشروع يتعرض عليهم. في الاخر مجلس الشعب هو صاحب قرر. صحيح. ده منطقي يعني. هو بديهي. هي ديات بديهيات. بس هي الفكرة ان هي ينص عليها في ظل الظروف اللي فيها فيها البلد. وفي ظل ازمة الثقة الرهيبة هي هنا اللي فيها الكلام. تمام. من هي بديهيات استحال ان مجلس الشعب ييجي يحط القانون ايا كان ايه هو غير لما يرجع للي خب المصلحة. طبعا. طبعا. صحيح. ايه تاني لنقاط? كان في النسبة بقى للمعايير نفسها كان فيه حاجة مش وطة. معايير اختيار لاجنة الباية. اه. اه. وهي كانت التمانين شخص. مين اللي هي اختارهم. مين اللي هي اختارهم وديت يعني اكدنا عليها ان اللي هي اختارهم مجلس الشعب. يعني هي الهيئات ديت اللي هترشح ضعف العدد ومجلس الشعب هو اللي اختار. تمام امسان يا واحدة. يعني انتو اللي طلبتوا ان يبقى مجلس الشعب هو اللي بيختارهم. احنا طلبنا توضيح. وهو ده تقال ان هو مجلس الشعب. ان هو مجلس شعب. اه. اه. وده انتم موافقين عليه. يعني قصد القوص يا سيد موافق عليه. بس في خلاف على النسب. على النسبة. اه بس هم ادي مشافة من النقابات كزا خمستاشر مشافة من خمسة. اه. داخل المجلس بقى اللي يوافق عليهم. تلتين المجلس. تلتين. ولا خمسين في المية زائد واحد. ولا تلت المجلس. ولا اغلبية المجلس. اتفقنا على ايه? لسه ما اتفقناه. دي 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 لسه. يعني انا شايف او يعني اللي انا متخيله. ممكن دكتور راسامي يتكلم معنا فيها. اللي هو لو وصلنا ان هي تبقى تلتين هيبقى فيه توافق. اكيد هتبى لجنة المية ديت فيها توافق. طب ما ماشي لو مش لما هو تلتين لو ما وفقوش. يعني لو وصلناش تلتين. هي الخطورة الخطورة ان احنا لما نقول تلتين نفترض ان التلتين مجلس للشعب ما اتفقوش. ما نقدرش نشكل لجنة وما نقدرش نعمل وما نقدرش نعمل دستور. اه. يبقى احنا جاري في المحل. بس. احنا عايزين نصل لصيغة عشان كده مهم جدا الوثيقة لان احنا هتأمن الناس. اه. ولو اتفقنا على المعايير دي من البداية هنأمن المجلس. احنا في كل الحالات انت بتاجل المشكلة. لازم نواف. ايوة بناجل المشكلة. كل ما ناجل المشكلة يحصل تفجير جديد. اه خلاص خلينا المجلس الشعبي انتخب وامسل كل المصري ايه? وكله وكله بقى يعني فئات يعني ده اخد عشرين ده خمستاشر. لما ديجي نصل للتلتين عملية مستحيلة. ممكن. هنعمل ايه بقى ساعدة لو كنت لها ما نفعش. موافقين على عصام شيح. ولكن في واحد من التلت اقلم التلت اقليك انا مش عايز. بس احنا برضو في نفس المشكلة لو احنا خلناها خمسين زائد واحد. لا برضو انا مش موافق. اه بزرط. هي تيجي بالتوافق. مش مش لازم مش لازم. معلش. معلش. اما عايز انتهم ايه الفرق من التوافق والاغلبية دلوقتي يعني. اغلبية دلوقتي لو احنا متخوفين ان فيه طيار معين يبليل اغلبية في مجلس الشعب. فدلوقتي لو بقى خمسين في المياه زائد واحد يبقى هو اللي من حقه يحط اللجنة دي كلها. حلم. انما لو بقى تلتين في الحالة ديت لازم يتوافق مع الطيارات التالية. المختلفة. بزرط. تمام. اوكي. هو ده هو ده المقصود بي. طيب. فبالتالي ده ما تحلتش لسه. دي لغاية الجرح كان فيها حوارات وكده. يعني. صدي. ليه ميتحتش معايير للمؤسسات المختلفة والنقابات المختلفة اللي على أساسها بتختار الخمستاشر اللي هي موفقة عليهم. يعني. صدي. ليه حبيتوا ان مجلس الشعب يشارك في الاختيار؟. اه. لا. هي. القصة مش ليه مجلس الشعب. هي قصة ان هو ما يبقاش جهة تانية غيال مجلس الشعب. بما? انه. انه. يعني. عايزة. اه. ان هم دول النواب المنتخبين. اه. هم دول سيختاروا عشرين والباقي الثمانين هيتم اختارهم من نقابات ومؤسسات مختلفة تم الاتفاق عليهم بس مين اللي يقول مين اللي يقول ده 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 كل حتة تقول لهم على نفسها سترشح الداف يعني لو مطلوب من أعضاء هي التدريس عشر عشر هيتم عشرين والمجلس يختار منه وده بشكل عام القصة سيء موافقة عليه لا مبدئيا لحد ما يتم الاتفاق الصيغة ديه سيغة الاختيار ستتم ازاي؟ واللي هم الجهات اللي مذكورة هنا يعني فيه جهات مش مذكورة تماما واعتقل انها جهات مهمة يعني مثلاً عن الحاجات اللي لافتت نظرنا النهبة مثلاً مفيش ممثلين عنهم البدو مفيش ممثلين عنهم ايه خبار الستات والأقباط وكذا في نسا؟ ودية تحنا جايين لسه فيها كلام دلوقتي لا فيها فيها الستات وفيها الأقباط لان فيها فيها الأزهر وفيها المرأة بحد أدن عشر وحنا طلبنا ان هو يزيد طلبنا ان العشرة دولار يزيدوا طلبنا ان الشباب رقمهم يزيد وطلبنا تمثيل بقى للجهات المختلفة زي ما احنا بنقول يعني الأدباء والفنانين مفيش مثلاً انا مش عادر افهم ازاي أدباء يعني حد أديب لابس ادخلوا تحد الكتات اه يعني مهو يعني هي ديات محتاجة لسه فيها كلام كتير محتاجة توافق لان هي مهمة لان هما دولار فعلاً اللي هيحطوا الدستور وده خليني بقى أطلع أستاذ محمد من الوثيقة ومن التفاصيل بتاعة البنود وبعتقد هي وضحت للناس لو في حاجة تاني حدك عايز تزودها ممكن اقولها من التقل البندين التاني والتالي ديات ممكن ابرد الايه فندم؟ البندين التاني والتالي هرجع لهم بس عايز اعرف بكل الاحوال احنا دلوقتي بنحية تجربة ديمقراطية زريفة وهي انه صناع قرار بيعودوا معقوات سياسية وبنتناقش وقعدين على تربيزة مفاوضات التلويح بانه بكرة مظاهرة ايا كان ده خلينا نقول طب وحنا كده بنرجع برضو الورا حتى على مستوى المشاركة السياسية ما احنا وقعدين على تربيزة مفاوضات ونتناقش وكلام اخد وعطى ورايح جاي ونغير مادة ونتفق عليها وبعدين نختلف ليه في تهديد هنزل مليونية هي ديات فيها حاجتين اول جزئية ان برضو التفاوض والاعدات دي مش بالكسافة المطلوبة ومش بالفاعلية المطلوبة ديات يعني كلنا متفقين عليها ان هي اللي بيحصل في معظم الحالات بيبقى جلسات استماع وبعد كده حاجة بتحصل في قوض مقفولة وبعدين بنوفقها بيها تطلع علينا دي ودية مش منطقية لان احنا كده بنبذل مكوت اكتر وبناخد وقت اطول لغاية ما نوصل على حاجة متوافقين عليها فدية مشكلة في حد ذات قصة بقى ان لازم بكرة نازلين ديت وده تحديدا الجمعة بتاعة بكرة دي فده هيرجعنا تاني للأسف لليوم اللي استفتة او للي حصل في مشكلة الاستفتة والخطأ بتاع الاستفتة ان الطبيعي جدا المتعرف عليه في كل حتة في الدنيا ان هو الدستور بعد الثورة ثورة في خلصة تيبقى فيه دستور خلاص ما امر اللي نفس بقى نعمليه والله ما ولاش وده كان خطأ وخطأ ما يتحملش نتيجة يعني ما يتحملش وزر الشعب الحقيقة يعني علشان مرضو ما حدش يرتلع يقول ده رأي الشعب ولازم نحترم احنا محترمين رأي الشعب انما كان فيه خطأ حصل مش الشعب اللي كان طرف فيه لان الشعب في الوقت ده كان قدام اكتر من اختياره كلهم مبهمين بالنسبة لها ناس بتحارب عشان المادة التانية للدستور اللي هي قريدي يعني ومتفق عليها ومحدش رفطها يعني ما حدش قال ان هو هيشيلها ومحدش وقتها كان عنده الصلاحية ولا القوى ان هو يشيلها ولا ان هو يحزف ولا اي حاجة وفي كل الاحوال يعني اسلامية مصر دي هاتحاجة موجودة عندنا كلنا ما حدش يدر يغير ناس تانية كانت بتحارب علشان دول بيقولوا لا فاحنا هنقول اه او دول بيقولوا اه فاحنا هنقول لا يعني كان فيه كم من المعارك فحيك شكت ان بكرة هي بتعيدنا لنفس الكرة بنعيد انتاج نفس بالضبط بالضبط النتيجة ان هو فيه طيار بعين بيحاول يفرد رأيه او تصوره على الدستور على الناس طيب استاذ عسام لا هو فيه فرق الواضح ان الاخوان المسلمين مبارئ على اساس ان هم الفصيل الجناح السياسي بالنسبة لهم قال انه لو تم تعديل نص المادة تسعة وعشرة احنا مش هننزل يوم الجامعة الباقي القوة السياسية الاسلامية قالت احنا هننزل في جميع حالات وتعددت المطالب يعني كان المطلب الرئيسي الاول حول وثيقة لا فيه قوة سياسية قلت مش هننزل في كل احتيال يعني الكرامة مش هننزل لا انا متكلم على القوة السياسية الاسلامية الاسلامية طيار الإسلامي يعني أنه ما تم معرفته بوثيقة الدكتورة علي السلمي تقريبا كل القوى السياسية دلوقتي أجمعت على أنه فيه عشرين مادة ما فيش خلاف عليه الخلاف على مادتين المادتين دول أنا أعتقد لو تم إعادة سياغتهم بشكل يحقق المصلحة العامة ويحقق طموح الشعب المصري أنا أعتقد أنه فيه فصائل سياسية كتيرة مش هتنزل بك أنا اللي مستغرب له أنه وبعض الفصائل اللي بتعلم بقى الوثيقة تعدلت أو ما تعدلتش اتلغت أو ما تلغتش إحنا نزلين بكرة لا يعني الأمور لا يتم حسمها بهذا الأمر أه صحيح حق التظاهر ده حق مكفول في كل الدستير وأنه فعلا في مصر يعني بقى عندنا جو جديد أن يحصل ضغط من القوى الشعبية على على الجهة الحاكمة أو الوزارة الحاكمة ده أمر مرحب به لكن يجب أنه يبقى عارفين أنه فيه نقطة طلاقي عندها يجب أن احنا نتوقف لكن اللي بيحصل النهاردة أنه الناس مصممة على التظاهر باكر على الرغم من أنه الحكومة وعدت أنها ربما تعدل للوثيقة النهاردة وربما كمان تعلن أن الوثيقة استرشادية وربما تأجل نص المادتين لما بعد المتخبات في تساهل في تساهل في الوقت الراهن من الدكتور عالي السلمي لأنه بيسعى أن يحصل فعلا توافق حولين حول الوثيقة عشان يأمن كل قطاعات المجتمع وكل طائرات المجتمع محترامي شديد حدك قلت تلاتي أنه الأخوان المسلمين الجناح السياسي قال أنه لو تم التعديل بكرة مش يبقى فيه مليونية وإن كان هم من أول الناس اللي قالت إحنا ضد الوثيقة شكلا وتفصيلا وكل الحاجات وبرضو فيه كلام بيتقاء يعني الناس عندها انتباع تلاتي أنه الأخوان المسلمين طول الوقت بيقولوا كلام وبيرجع فيه يعني أو طول الوقت بيلعبوا مع الناس لعبة سياسة غير مقبولة أو بقت غير مقبولة لبعض وناس اللي فهم يعني بقي تغير مقبولة فبالتالي بعتقد أخوان المسلمين بكرة على حد كلامهم هم بيحشدوا لبكرة أين كانت نتائج الوثيقة أنا أتفق معك على أن الحجد تم تم وخلاص يعني عشان كده الناس هم مصممين هم يكملوا البكرة سواء اتلغت اتأجلت اتعدلت لأنه هو حشد وخلاص والحجد الهدف منه هو أن يبعت رسالة ويبعت رسالة أنا متخوف أن نرجع تاني الجمعة 29 متع كان دهار ولا فض الشم أو نرجع تاني ليوم تسعة تشرين ده بيعمل خلينا نكون أمنا ده بيعمل حالة هلع لدى المصريين لأننا بنسأل نفسنا أمنا إحنا إيه يعني إحنا عايشين عايشين إزاي ما هي دي بلدنا دي اللي اعتدناها دي نجيب محفوظ اللي عملها في السلسيات ويعني مش جديد الأمر أنا أعتقد الخلاصة أنه الحكومة يجب أنها تستجيب لمطالب القوى الوطنية في أنها تعدل نص المادة التسعة والمادة العشرة ويعاد سياغتها بشكل منضبط مع الوضع في الاعتبار التقدير الكامل للمؤسسة العسكرية مع الوضع في الاعتبار أن الميزانية القوات المسلحة تنحصر في لجنة مختصة وتخصم قسم خاص عشان ما تبقاش موضوع مشايع كده لكل الناس لو ده حل أنا أعتقد أنه طبعا لقواعد الدستورية يصابه طبعا لقواعد الدستورية اللي متعرف عنها في دستين العالم كله محدش يعترض عليه طيب أستاذ محمد أحدا كنت أستكلم عن مادة 2 و3 عشان أه بس أنا أعود أتكلم عن مادة صغيرة بس على المظاهرة بتاعت بكرة أو المليونية بتاعت بكرة الشباب في العادة هم من أول يعني 11 فبراير لغاية النهاردة هم اللي في العادة اللي بيدعو للتظاهرات وبيدعو للمرادة الكبار هم والحقيقة فيه فيه تحول حصل من أول من أول 25 يناير لغاية النهاردة في اللي بيحصل في مدن التحرير التحول ده ولأخذنا مظهر وحيد فيه يعني إنه هو من أول 25 يناير لغاية 11 فبراير ما كنتيش هتلاقي راية واحدة ولا علم ولا شعار مرفوع لأي كيان سياسي محدد صحيح يعني لا كنت هتلاقي حد طالع يقول إنه هو الوفد ولا حد يطالع بيقول إنه هو الإخوان ولا حد يطالع بيقول إنه هو الإخوان ولا حد يطالع إنه هو بيقول حاجة وهي هنا المشكلة إنه هو يعني أنا واحد من الناس أنا ضد المحاكمات العسكرية على طول الخط على طول الخط يعني لو لو بلطجي بيتحاكم عسكرياً لا أنا هقفه ضده وإنه ده مشكلة هذا كلام منطقي بس ما إنا بكرة نزلين عشان إيه بسمه ده اللي خلينا نرأت ركز أنا ما عنديش مشكلة خالص إنه أنا أنزل في يوم ووقفة ومسيرة وأعمل كل حاجة للمحاكمات العسكرية إنما بكرة محتاجين نعرف تحديداً هننزل ليه أو الناس اللي بتدعو للنزول بتدعو للنزول ليه آخر حاجة ألوها دلوقتي إنه عشان المجلس العسكري يحدد إطار زمن الانتخابات رئيسية دموارية طيب يعني يعني أنا وبعضهم يقولك لتسليم السلطة يعني للأجرى المدنيين أنا برجو بقى من الناس اللي خدت قرار إن هي تنزل بكرة إن هي تنزل تصريح النهاردة إن هي مش هترفع أي دعاية انتخابية لحزب أو لشخص أو لكيف صحيح يبقى ده كده حاجة لمصر كلها كلنا نقف وراه إنما لما ننزل علشان يتقال انتخبوا قايمة كذا أو انتخبوا فلاني الفلاني يبقى هنا ده استغلال لمدان التحرير واستغلال للناس واستغلال للمشاعر واستغلال لأحباط الناس يعني من الطباط والشديد في دعاية انتخابية وديت هنا حاجة يعني أنا شخصيا مش عايزين نعطل نعطل حال البلد ولا مصالح الناس يعني مهم ورد قوي إن التظاهر ده حق يعني كفرته الدستير كلها لكن على الجانب الآخر لازم نراعي إنهنا ما نعقش حركة المرور كان أنا برضو معنا فهي تحديداً أنا بحق يعني هختلف مع حدتك لأ معلش لما يبقى فيه حق نعيق بقى حرقة المرور ونوقف حال البلد ما هو في كل دول العالم يحصل تظاهر لكن تظاهر المنظم لكن التظاهر اللي يوقف حالة البلد ويوسيق لبعض القطاعات اللي بتشتغل في هذا اليوم لا مش مطلوب وما بحصلش في الدنيا كلها يعني مش يعني وإحنا خلاص جربنا بقى التظاهر فيعني أنا الأوان إنه يبقى تظاهرنا منضبط وتظاهرنا يبقى عشان هدف صحيح هزي الفكرة يعني نبع عارفين الناس إيه هو الهدف اللي نزلي ده لكن مش كل واحد مننا نزل دلوقتي بجدواله الخاص أو ببرنامجه الخاص هكذا تظاهرنا